صبع على حضراتكم مرة تانية ويمكن زي ما تابعنا امبارح جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا في العاصمة برلين وحضوره أو رئاسة مصر في مؤتمر موجود بمصر ومشاركة أربعين ممثلين عن دول وتحالفات دولية ومؤسسات عاملة في مجالات مواجهة التغيرات المناخية وده كان محور انطلاق حوار بيترسبرج للمناخ في الأمس اللي ألقى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة الكلمة دي كانت في منتهى الأهمية وكمان كان فيه العديد من المناقشات حول الأمن الغذائي نقص الإمدادات في الطاقة والكهرباء تحديدا وإزاي نحافظ على الكوكب اللي لا نمتلك غيره طب فاصيل كتير قوي هنقشها في فقرتنا الحوارية دلوقتي مع دكتور سمير طنطاوي استشاري الأمم المتحدة في ملف تغيرات المناخ وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية صباح خير يا دكتور صباح خير يا فن دكتور في البداية عاوز أعرف ما يمثله حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لمؤتمر بيترسبرج للتغيرات المناخية بمشاركة بنكلم على أربعين سواء كانت من المنظمات أو الدول أو التحالفات العاملة على هذا الملف تحديدا أهمية ده وانعكاسه على استضافة مصر الكوب 27 الحقيقة يعني هو حوار بيترسبرج حوار سياسي دبلوماسي رفيع المستوى أنشأته الحكومة الألمانية من 2009 يعني دي دورة تقريباً 13 توقف سنة واحدة بسبب الكورونا الهدف الأساسي منه هو التحضير للدورة دورة المؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخ التي تليه بهدف توفير زخم سياسي ومنقشة الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية التي ستطرح على أجندة المؤتمر وهي موضوعات كثيرة دلالات مشاركة سيادة الرئيس في هذه الدورة دلالات هامة جداً هذا الحوار لا تحضره كافة الدول تحضره فقط الدول ذات الشأن المتميز والفاعل في مجال أو مصاري مفاوضات التغيرات المناخية دعوة سيادة الرئيس ومشاركته في هذه الدورة جد انعكاس لاهتمام الدولي بالمصر وما تقوم به مصر من جهود في التحضير لمؤتمر التغيرات المناخية ده بالإضافة إلى الاحتفال بمرور سبعين سنة على الشراكة المصرية الألمانية ألمانيا بتعتبر مصر من أهم أو إن لم تكن أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا فالحوار بيترسبرغ هو حوار هام ويناقش الموضوعات ويحضر للمؤتمر الذي سينعقد في نوفمبر إن شاء الله في مصر نتكلم مبارح عن مشاركات دولية مختلفة ويمكن كان فيه كمان مشاركات من بعض الممثلين من الدول الأفريقية اللي كانوا في الحقيقة يعبرون عن يمكن استياءهم بعدم تنفيذ أو تنفيذ هذه الوعود اللي كانت عقدت قبل كده في مؤتمر باريس المناخي بتكلموا عن أوروبا كانت وعدت أفريقيا بمئة مليار دولار مساعدات وأفريقيا هي الأكثر أو فيها تضرر كبير أوي مناخي مع أنها لم تصهم في التغير المناخي إلا بالنسبة تلاتة تقريبا أربعة في المية لو هنقول رأيي حضرتك الحوار المطروح ده قد ايه مهم منقشته قبل إنعقاد كوب 27 في مصر وكمان رئيس السيسي وعد بأن المؤتمر في شرم شيخ هينفذ الوعود اللي كانت في مؤتمر باريس قبل كده سيادة الرئيس في كلمتهم بارح كلمة شاملة وكلمة متوازنة سيادته غطى أربع نقاط أساسية النقطة الأولى تكلم فيها عن خطورة الموقف الحالي فيما يخص موضوع التغيرات المناخية على ضوء التقارير العلمية والنقطة الثانية طالب سيادته والمجتمع الدولي بدعم الدول النمية في الانتقال العادل لوصولا إلى حل لمشكلة التغيرات المناخية والنقطة الثالثة سيادته تكلم فيها على موضوع أفريقيا زي ما حدريك بتقولي أفريقيا دول الأفريقية هي الأقل امبعاثا للامبعاثات غازات الاحتباس الحراري والأكثر تضررا للأسف الشديد صحيح إجمالا زي ما حدريك قلت برضو امبعاثات أفريقيا كلها 4% مصر 6% 10% يعني تكاد لا تذكر مقارنة تنبقى بالأثار السلبية لتغيرات المناخية على هذه الدول فيضانات جفاف وفيضانات وحراء قابات ومندرة مياه وتصحر والعديد وتأثير على الانتاجات الزراعية والحيوانية كثير من الأثار السلبية ولذلك خلال مفاوضات جلاسكو في الدورة 26 كان هناك اهتمام شديد من الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية بدعم ملف ما يسمى الخسائر والأضرار loss and damage هذا الملف من الملفات المهمة جدا للدول النامية لأنها المفاوضات في هذا الإطار باختصار بتهدف إلى تعويض الدول المتضررة والغير متسببة في المشكلة إيجاد آلية لتعويضها عن الأثار السلبية والتأثيرات السلبية على اقتصادياتها نعم دكتور يمكن في الحقيقة مسألة التغيرات المناخية لا أحد خارج دائرة التأثير والتأثر الكل يتأثر بها مش فكرة حتى إفريقيا الأكثر تأثرا لكن نحن النهاردة نشوف جنوب أوروبا تحديدا ونشوف في ارتفاع درجات الحرارة لدرجات غير مسبوقة في أوروبا وصلت إلى 40 درجة مئوية وفي حراية والمطارات وقفت بسبب هذا الارتفاع يمكن المبالغ فيه أو اللي هي الظاهرة لو مرح ما حصلت قبل كده أنها توصل لهذا الحد واربط دا مع فكرة تعهدات السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي بي الأمس لما سوف نعمل من أجله كي يكون من مخرجات كوب 27 فكرة الدرجة ونص الخاصة بي الارتفاعات في التغيرات المناخية نقدر اللي احنا نحافظ على دا تحديدا نوصل للحد دا تحديدا إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن أن ينجو العالم من مخاطر التغيرات المناخية زي ما حالك أشرت تغيرات المناخية ستطالي الجميع بالفعل تطالت الجميع أسبانيا فيها حرائق وفرنسا وإنجلترا أعلنت حالة تستعادل قصة وإيطاليا عندها مشاكل والنمسا عندها مشاكل وكرواتيا عندها مشاكل وفي مشاكل في أستراليا وفي فيضانات في جنوب أفريقيا وفي حرائق غابات في أمريكا وفي انهيارات أرضية في البرازيل كل كلام ده خلال الفترة اللي احنا فيها وسوف يزداد الأمر سوء إن لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة أنتوني جوتيريش أمين عامل الأمم المتحدة قال مبارح في كلمته في حوار بيترسبرغ إن التغيرات المناخية لا يوجد أحد بعيد عن الأثار السلبية لتغيرات المناخية فالمشكلة مشكلة عامة ومشكلة شاملة لا يظن أحد سواء دول مدساببة في المشكلة أو الدول المتضررة إن أحد سينجو من هذه المشكلة فهي مشكلة طبعا مشكلة الكوكب كله طيب وإحنا يمكن فيه جهود ويمكن المجتمع الدولي بشكل عامو أيضا المجتمع المدني يعني جد يعني أو هكذا يبدو حتى هذه اللحظات جد إزاي تترجم هذه الأقوال إلى أفعال حقيقية في الأرض نقدر إحنا من خلالها نقول إحنا قللنا الإنبعاثات الكربونية زي ما شفنا دلو نتذكر من سنتين تقريبا في جائحة كورونا بسبب توقف المصانع أكيد مش هنتوقف إزاي إحنا نبقى منتجين وفي نفس الوقت نحافظ ونمتل تدرجيا يعني أكيد مش هنستغنى مرة واحدة عن الوقود الأفوري مثلا معادلة صعبة تركيزات غزاة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي حتى وقتنا هذا ربعمائة وعشرين جزء في المليون إذا وصلت هذه التركيزات إلى ربعمائة وخمسين جزء في المليون ده معناه إن إحنا زدنا درجتين اتفاق باريس جاء لشان يحد من الإنبعاثات لأقل من واحد ونص درجة وبالتالي أضمن بقاء الحياة على كوكب الأرض وعدم تأثر النظم الإحيائية المختلفة الوضع الحالي لا يؤشير إلى أن العالم رايح في اتجاه خفض الإنبعاثات هناك تقارير حكومية وتعهدات دولية تعلن من خلال الحكومات تقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس الدول فيها بتقول في هذه التقارير إنها هتعمل إيه فيما يخص موضوع خفض الإنبعاثات من هنا لغاية عشرين ثلاثين بالمناسبة مصر قدمت التأرير بتاعها لأسبوع اللي فات يعني من حوالي عشر تيام تقريبا وده تأرير مختلف تماما عن التأرير السابق احنا قدمنا تأرير قبل كده في 2015 وقدمنا تأرير دلوقتي في 2020 استعدادا للكوب التحليلات الفنية للتقارير المقدمة من الدول بتشير إلى اللي نحن رايحين في زيادة ثلاث درجات أنا نسا عايزة أقول حاجة هو الدول فعلا مش جدة في تنفيذ الوعود لأنه احنا شفنا الأمازون غبات الأمازون اللي هي بتعتبر رئتي الأرض كلها تم قطع الأشجار في الأمازون بما يعادل أو لا هو أكتر مرة أطع فيها الأشجار من 6 سنين فات طويل أكتر في تاريخ الأمازون فإحنا رايحين احنا بنبعد بشو بنقرب الأشجار والغابات الغابات والمحيطات زي ما حضرتك قلت هي مرئة العالم الغابات لو دولة هتيجي في التصنيف التالت في معدل الانبعاثات التي تم تصها زي ما حضرتك قلت طبعا إحنا رايحين في اتجاه زيادة الانبعاثات وبالتالي زيادة درجات الحرارة الوكالة الدولية للطاقة وضعت خطة للعالم للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 خطة طموحة وفيها عدد من الإجراءات خلينا نقول الشديدة يعني شديدة الجدية تشتمل على وقف استكشافات البترول زيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مختلف الدول تشجيع النقل الجماعي وسائل النقل الزكي وخاصة النقل الكهربائي السيارات الكهربائية ووقف بيع السيارات التقليدية تماما بحلول سنة 2035 وخفض مبعثات الميسان غاز الميسان من القطاعات البترول اللي أشار إلى سيد رئيس في كلمته أمس أن مصر شاركت في المبادرة الدولية لخفض مبعثات الميسان من تطبيقات البترول وأنشطة البترول كل هذه الجهود مجتمعة إذا توفرت للإرادة السياسية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الكوكب دكتور إلى تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل الحفاظ على وقف ارتفاع درجات الحرارة وأيضا وقف الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية التي أصبحت تطال الجميع دكتور سمير تنطوي عضو الهيئة الدولية لتغيرات المناخية بنشكر حياكي فندم على هذا الكلام الهام جدا اللي حياك أفدتنا به في صباح الخير شكرا لك